نحتاج أحيانا أن نشتكي إلى الصديق والقريب والحبيب حتى يسلينا بما يستطيع و أستطرد أمر بسيط ترى حنا مرات نخطئ في إظهار شيء مما يؤلمنا للناس و أنا منهم يعني يعني تكلم في وسائل التواصل العامة عن شيء يؤلمك وتبدأ فالحقيقة هذا يشمت بك العدو المتربص و يؤلم المحب فأنت حاول أن تضيق دائرة الشكوى عند من تعتقد منه النفع إما أنه يسرك في حال أو ما لكن توسع دائرة الشكوى يعني يخشى أن يكون هذا باب للاعتراض على ما قدره الله عليك من البلاء طبعا كونك يجوز أن تظهر ألمك للصديق والقريب هذا ليس على سبيل الاعتراض على أقدار الله لا أنت مأمور بالرضا ولكن الشكوى التي لا تفضي إلى الاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى إذن هذه الفائدة